استهدفت ثلاثة صواريخ كاتيوشا قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية مما أسفر عن إصابة متعاقد مع الجيش ويأتي الهجوم بالتزامن مع عملية أمنية جرى ضد عناصر من تنظيم داعش لم يكد يمر أسبوع على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل حتى جاء الدور على محافظة صلاح الدين ثلاثة صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة بلد الجوية وأسفرت عن إصابة متعاقد يعمل على صيانة الطائرات الحربية للجيش العراقي مصادر أمنية كشفت أن صاروخين من ضمن الثلاثة استهدفا الجناح العسكري الخاص لشركة سالي بورت الأمريكية في القاعدة الجوية في حين فشل الصاروخ الثالث في الوصول إلى القاعدة من جهتها ردت وحدات الجيش العراقي على مصدر الصواريخ بإطلاق نيران مدفعيتها على موقع يبعد 12 كيلومترا شرقي القاعدة الجوية يعتقد أن الهجوم انطلق منه هجوم يأتي بعد ساعة قليلة من غارة نفذها الجيش العراقي ضد فلول تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد وأدى إلى مقتل عدد من المسلحين من بينهم قياديون بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ووفق مصادر فقد انطلقت طائرات F-16 من قاعدة بلد لدعم العملية ضد داعش في نفس الوقت التي تعرضت فيه القاعدة للهجوم الصاروخي وتبعد قاعدة بلد الجوية نحو 80 كيلومترا عن العاصمة العراقية وتضم جنودا لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كما تضم طائرات F-16 عراقية ويثير استهداف القاعدة عددا من علامات الاستفهام بشأن الجهة التي تقف وراءه خاصة مع عدم إعلان أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم عكس ما حدث عقب هجوم مطار أربيل الذي تبنته ميليشيات غير معروفة سابقا يعتقد أنها موالية لطهران معنا بغداد مراسلنا حيدر لاسد لمعرفة مزيد من التفاصيل حيدر إلى أي مدى تكشفت حقاق حول طبيعة من يحمل بصمات القيام بهذا العمل لأنه لم يعلن إلى الآن أو يعلن أي فصيل القيام بهذا العمل أولا ثانيا إلى أي مدى هناك أضرار لم يتم الإعلان عنها داخل هذه القاعدة الأمريكية أو المنشأة التابعة للولايات المتحدة ما أجد الغموض حتى هذه اللحظة يكتنف هذه العملية لا توجد نتائج للأضرار التي حصلت داخل أو الأضرار الحقيقية التي حصلت داخل هذه القاعدة هذا من جانب من جانب آخر لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على اعتبار أنه هجوم خطر ونوعي وتبعاته ستكون بالتأكيد وخيمة على الجهة التي قامت بهذا الهجوم كونه إصابة مباشرة الجناح العسكري للمستشارين الشركة الأجنبية المختصة بصيانة طائرات F-16 وهم غالبيتهم من المستشارين الأمريكان بالتالي هذا الهجوم يضع الحكومة العراقية أيضا في موضع حرج كبير قد يكلف العراق كثيرا ماجد من الناحية العسكرية والأمنية على اعتبار أن الحكومة العراقية عانت كثيرا لإعادة هؤلاء المستشارين إلى قاعدة بلد بعد خروجهم من العراق أو بعد عملية اغتيال المهندس وقاسم سليماني بالتالي عملية إعادتهم كانت صعبة أما الآن مسألة استهدافهم والتفكير من قبل هذه الشركة بالخروج مرة أخرى سوف يحمل نتائج سلبية كبيرة على الوضع الأمني والعسكر العراقي على اعتبار أن هؤلاء هم المختصون بصيانة طائرات F-16 العراقية التي تعالج مواقع تنظيم داعش وبالتالي عندما لا يكون هناك صيانة ماجد سوف تكون هذه الطائرات عبارة عن حديد جاثم على الأرض ليس إلا طيب إذن كان معي من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي